السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هادنها ان شاء الله نقدموح الحلقة خاصة بالتهاب العرقوب هو في حقيقة دوا يعني في المنطقة دينا كيستعملوه بزاف وبغيت نشارككم اياه هو دوا بسيط سهل كما ارتهاب العرقوب كيجي من من الثقل يعني لكان للارنب يعني سمين بزاف ممكن انه يجي ارتهاب العرقوب اه التهاب العرقوب وهو واحد جروح كتجي على موساءنة ما عندي ش هاد الحالة ولكن حاولت انني غادي نفسر لكم كيفاش تتعاملو مع التهاب العرقوب وما هو ارتهاب العرقوب التهاب العرقوب بالدارجة يقول له أحد الأرنم معرقب وهو الأرجل الخلفية دياله كيكونوا يعني فيهم واحد الجروح كي تنتق منهم يعني الشعر ديالهم وكيولدك الجروح بارز باين إذن هاد الجروح بالنسبة للأنثى ما كتكون شمزيانة لأنها ما كتبقاش مراقبة صغار ديالها ما كتبقاش مزيان كتكون ديما فيها الحرارة الحرارة يعني في الجسم ديالها بالنسبة للذكار ما كيبقاش يلقح لأن الظكار كيبقى يطلع فوق الأنثى من كيبغي يطلع ويقوم بالعملية التزاوج دياله أنه كيدروا هادوك الجروح اللي عنده في الأرجل الخلفية دياله وبالتالي أنه ما كيلقاش إذن يعني الناس اللي بغوا الدواء معروفة بلود ميتيلان واحد رشاشة زرقاء الناس اللي ما عندهمش إمكانيات أنا ديما كان هضر فات المشاريع ديالي مع الناس الفقاراء اللي ما عندهمش اللي بغين يطلعو هاد الأرانيب ديالهم يعني بوحد طريقة يعني بسيطة ويربحوا منهم لما لا إذن كين الناس اللي غادي بقوا يديروا يعني غل يعني نقولوا مثلا ديماضات مثلا غادي يشد هاداك الجرح ويدلوا واحد فاصمة مثلا ويخلي هاداك الجرح تيبرع لخاطر هذه القادية هي كينه ولكن الناس كيف اسمه يستعملوا هناك يستعملوا فازلين هنتو ما فازلين العادية اللي بدار في الرجلين وما بدار في màدين أما ديال الحماد أو ديال لورد داراك نعم عارفين أنتو ما فازلين أما قايني بزاف الأنواع المهم أنه استعملوا فازلين هادا البوماتة هادي أنتو ما كتديروها أيатиabeth دهنوا بها يعني الارجل يعني البلاسة ديال البلاسة فين كين الجرح اسموك يوقع ان هاداك الجرح اولا كيولي ليين ما كيقصاح وكيبقيت جرح ديما ثانيا انه كيولي بعيد عن الهواء ان الهواء وكذلك الجاراتين تقولوا لي انتم لا ما يمكنش تكون بعيد عن الجاراتين ولكن كيولي ليين ليين كونوا متأكدين ان الهواء والبرد ممكن انه يكون يعني القفص ملوث هاد فازلين هادي ارا مني كديروها لهادك الجرح هدك الجرح بحالي احنا نقولو كيتصد مني كيتصد الجرح كونوا متأكدين ان مع المدة كيولي هادك الجرح كيتكون واحد طبقة ساميكة فوق منو انها واحد سيدة جرب هاد القادية هادي انا ما جربتاش ولكن بغيت نشارككم لان هاد العبوه هادي كدير خمسة درهم ممكن انكم تديرو منها غيش ويرا عامرة كلها شوفوا شوفوا الحجم ديلي يدي يرا عامرة باكمالها ممكن انكم تشريووها وقت اتسعملوها ليكم وتوما وفي نفس الوقت يديروها لالجرح لي كيجيو على مستوى الارجل ديال الارانيو كونوا متأكدين انه مع المدة كتديروها لغيش مرة في يوم الثالث تشعر الجرح بدأ يلتائم يعني هذه مجربة مديرينها تليين الجلد يعني هما ديرينها الرجلين ولكن الناس يديروا حتى الجرح للألانب ديال التهاب العرقوب إذا هذه حلقة يعني اي حاجة كنشوف الناس كديروها يعني اللي ممكن انها تكون متاحة كنوريها لكم هذه فازلين كديروها التهاب العرقوب لها صالحة مئة بالمئة رخيصة في الثمن ممكن انكم تستعملوها لكم والآن نبدي لكم إذا ديال الحلقة ديالنا هاد النهار كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جيم بشتاندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا شكرا